انفرد جون باتي سيغريناي بهؤلاء السيدات في مواقع مظلمة وقرر ارتكاب أبشع فعل في تاريخ الإنسانية حيث ارتكب جميع المحرمات فماذا فعل بهن وما هدفه من الوصول إلى تلك الأجزاء المحرمة اختار أوقات خيم الظلام فيها على هذه المدينة وكان هدفه الأول الوصول إلى السيدات لم يكن أحد يعرف أسباب اختفاء الجميلات من الشوارع سوى هو لأنه كان المدبر والمنفذ ومرتكب الوقائع النكراء ولم تعود التحذيرات الصادرة للسيدات ذات فائدة في أسواق السمك الفرنسية كانت هذه الأم البسيطة تعمل في تنظيف الأسماك وتحصل يوميا على ما تريده لسد احتياجاتها وكانت تلك هي وطيرة حياتها اليومية وفي عام 1738 وضعت الأم وليدها ولسبب لم يعرفه العالم حتى الآن كانت تعامله أقسى معاملتان حتى وصل بها الأمر إلى إلقاءه وسط أحشاء الأسماك دون أي تأثر ببكائه المتواصل حتى قررت الأم التخلص منها كما لو أنها كانت تقوم بتصفية حسابات معه بعد قدومه للدنيا بعد إلقاء جون وسط أحشاء الأسماك رقت له قلوب بعض المرة الذين اهتزت قلوبهم لصوت بكاء متواصل أخذوه فورا إلى أحد الملاجئ وكانت مربية تدير ذلك الملجأ لكنها لاحظت على وجه جون في تلك السن الصغيرة ملامح غريبة هو لا يحب الاختلاط ببقية أبناء عمره وفي وجهه يبدو الفتور مسيطرا إلى حد كبير وتحاول المربية تغييره دون فائدة وفي النهاية قررت التخلص منه مثل ما فعلت معه والدته من قبل انتهت الأحوال بجون في دار السيدة الجيار المتخصصة لإيواء المحرومين من الآباء والأمهات وفي تلك الدار عاش جون أصعب أيامه فكثيرا حاول زملائه التخلص منه وإنهاء حياته إلى الأبد لكن شاء القدر أن يحيى جون ليكون سببا في إنهاء حياة الآخرين فماذا فعل ذلك المغضب عليها في ساعات الظلام ولماذا حرم الجميلات من النوم عمل جون باتيستي جرينوي بوصوله إلى سن التاسعة من عمره عاملا في إحدى المدابغ وكانت الرائحة لجميع العاملين القاسية إلا لدى جون الذي كان يستمتع كثيرا بجميع الروائح ولقد كانت له حسة شم قوية كانت هي سر عمله بعد ذلك واحدا من أمهر صناع العطور في العالم لكنه لم يكتفي بذلك وقرر أن يكون له عطر خاص يصنعه ويحمل اسمه ليكون علامة مسجلة لفتت بائعة برقوق في شوارع باريس اهتمام جون وقرر الحصول منها على تلك الرائحة لكن الرائحة كانت رائحة طبيعية لجسدها وبالفعل بدأ يتتبعها حتى انفرد بها وأنهى حياتها مقابل الحصول على جزء من الجسد اعتبره مصدر تلك الرائحة التي قرر استخدامها في تصنيع العطر النادر بعد ذلك بدأ جون يستخدم طبقة من الدهن يلف بها جسد السيدة الجميلة التي يختارها إلى أن تفارق الحياة ويأخذ طبقة الدهن لكي يستخلص منها الرواء حتى فقدت باريس على يديه أجمل جميلاتها ومن بينهن ابنة تاجر عطور شهير وظل جون يفعل ما يشاء حتى تمت محاكمته بعد القبض عليها ووقف أمام الألاف الذين وقفوا يفرحون بمشهد نهايته ملوحا بمنديله الذي عطره بزجاجة كان يخفيها بملابسه وألقى المنديل عليها قبل أن يتم تنفيذ الحكم عليها والصراحة العالم من الخوف الذي نشره بين الجميلات